هنا حلت كارثة إعصارتيك في مدرية حسوين بمحافظة المهرة مخلفا دمارا كبيرا بأكثر من 900 منزل ما بين كلي وجزئي لتبدأ معاناة جديدة لأسر المتضررين في حصول على مأوى وإعادة الاستقرار لها بعد مرور أكثر من عشرة أشهر دون تدخل مجدي ينقذهم من معاناة التشرد بين أراضيهم وبيوت المضيفين وباقي الناس المتزاحمين مع أهلهم يعني جالسين معهم يقاسموهم في الأكل في الملبس في كل شيء يعني منتظرين حين يساعدهم ما فيش مساعدة ننتظر أن الجهات المسؤولة في المديرية أو في المحافظة في السلطة أو الجمهورية ولا حد ولكننا نحن مش محسوبين على حد نحن جزء لا يتجزء من الجمهورية تغير الحال في هذا الوادي وتبددت الأراضي الزراعية إلى رمال موحلة واقتثت السيول كل ما يمتلكه المواطنون لتحريمهم الكارثة مصادر رزقهم وحولت حياة محمد أهل المنطقة إلى حال لا خيارات فيه نعاني من هذه البيوت من عصار تيج عندما تهدمت بيوتنا أن جرفت بيوت بالكلي أن جرفت مزارعنا كنا ماوة كنا لدينا معيشة نشتغل في مزارعنا والآن تجرفت المزارع وراحت بيوتنا كنا بلا ماوة كنا في ماوة بعد العصار كنا بلا ماوة نطالب الجهة المختصة علينا أن طالب الحكومة أن طالب المناشدين الوزراء أن طالب الرئيس أن ينطر في أمرنا أن طالب المنطمات العالمية أن تنطر في أمر المواطنين بعد فقدان كل ما يمرك غيره من السكان يقف محمد اليوم في صف هؤلاء المحتجين الذين خرجوا للمطالبة كل من له صلة للتدخل في التخفيف من آثار عصار تيج وتعويضهم عن كل ما فقدوه في الكارثة تتعالى الأصوات هنا من متضرر عصار تيج بعدما جرفت السيول كل ممتلكاتهم وأصولهم على أمل أن تسمع جهات معنية أصواتهم وتخفف من معاناتهم معاذ ناصر لقناة يامي شباب محافظة المهر